بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحبا بكم على قناة مستر روسف عزة لشرح تبسيط قواعد اللغة الانجزية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهة بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانوية العامة كاملة بإذن الله كمان شباب معانا على نفس القناة تعيدنا قناة مستر روسف عزة الصف الثالث الإعدادي أما بالنسبة لطلبتنا وولدنا في المرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني الإعدادي فاحنا عندنا قناة تانية اسمها قناة إنجليزي إبتدائي عندي إعدادي إن شاء الله النهار شباب لقناة مع طالب الصف الثاني الثانوي مستعمل مع كتاب جيمل عمشية التراشين الواحدة عشر الدرسي الثالث والرابع إن شاء الله شباب نشتغل على الجزء ده من الوحدة أو الجرامر مستمرين مع قارة الماضي التام بملحوظاتها وصياغاتها وكل تركيبها إن شاء الله البداية بتاعنا موجودة على صفحة 208 بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله ونبدأ مع جملة أولى وكفيها لم نتمكن من الحصول على طاولة طرى بيزة يعني لإننا إيبقى طيب واحدة مقدمة عايز أقولك إنهما ما حجزوشي تمام كده طيب طرى في الجملة الآخر منها في ماضي بسيط ما في بنت هنا عايز إيه عايز ماضي تام الماضي التام نقدمك إنه هو دور علي الماضي التام مثبت طيب ده مضارع تام بعيد عن الموضوع أساسا ومنفي طيب حكاية النافئ أنا عايز نافئ لكنه مش هنفع معه ده مضارع تام هاد انت بوغد هدي ماضي تام ما هي منفي وعندي ورينت بوغد فيها ماضي بسيط منفي وفيها ابناء المجهول أنا هاخد الماضي التام المنفي اللي هو هاد انت بوغد يبقى معنى جملة على بعضها لم نستطيع الحصول على طاولة مدرورش يحصل على طرابيزة لانهم لم يقوموا بالحجز مقدما أدنبلك فيها لما وصلت وكانت التوظيف ما كان بيوظفه في الناس يعني 20 أدر بيبول كان فيه 21 إبقى بفورني هاد ارائف ده ماضي تام ها منطقية وارا رايف ده ماضي بسيط مبني للمجهول وارا رايف ده ماضي مستمر لا بالعكس ده هما كانوا فعلا وصلوا قبل ومشي فاع ماضي مستمر نحرك الشاشة عشان نروح لجملة رقم تلاتة ونخليها هي اللي ظهرة قدامنا. انا شفت اني موظم الناس. ما لهم بقى. جاء فرق الحفلة لما رحت هنا. طيب جميل. انا ما شفتهمش. بدا معناه. ده معناه ان الناس غادروا الحفلة قبل ما يروح. المؤادرة هو حقا. ابل كده لزم تكون ماضي تم. تمام؟ يبقى نقولها بليفت ده مصدر. نقولها بليفت ماضي بسيط. هافوريدي ليفت ده مضارع تام. الده الجملة فيها ماضي. مش ينفع مضارع تام. يبقى فضل ايه? هاد أوريدي ليفت ماضي تام. والجملة هنا هو ايجابتها صحيحة. اربعة بقول لك. فيها تصريف تالتي بدأ طرف من اطراف اف. ان هو واحدة اف في الحالة التالتة اديف فهم. طيب. طيب. تصريف تالتي بدأ طرف من اطراف اف. اف الجملة المكتملة. فاضل انت عندك انها هو فاضل الماضي التام تاخده فيها كمل بقى. قولها تاني واولة على بعضها. كان هي بقى ابدا انت كنت قلت لها ايه? لو كنت قلت لها الحقيقة. طول الماضي البسيط او التصريف التالي. الواحد مش انفع معنا عايز ماضي تام. ارتلنا مدرعا مستمر رجولة محتاجة ماضي تام. ديل في المصدر مش انفع. انا قلت عايز ايه? عايز ماضي تام. خمسة بدأ في فرق. طيب هنا في تصريف ثالثة. طيب بمعنى قام بنسخ التقرير. السكرتيري. قام بتسليمه للمدير. طب كده نختارية شباب. تعال نشتغل بفكرة ايه? بفكرة الاسقاط. يعني الاسقاط. يعني نوقع اجابة اجابة. افطر ما يجيش وراها تصريف ثالث. طيب ده في تصريف ثالثة. ما يجيش وراها تصريف ثالث. تمام? طيب. وين ما يجيش وراها تصريف ثالث. خلاص? ويل برضو ما يجيش وراها تصريف ثالث. ماشي? طيب. مين فيهم اللي تنفع كده يجي وراها تصريف ثالث? هافنج. هافنج ينفع يجي وراها تصريف ثالث. والجزء اللي هي فيه كده يحقق معي الماضي التام. تمام? لما تبقى جملة هافنج طيب ده ريبورت معناها كونها قامت بي نسخ التقارير زي سكرتيري عملت كزا. قامت بي تسليم ايه? التقارير دي للمدير. سيت بولك فيها انو سونار ما كده كزا حتى كزا وجاب فراغ. استبد الموافيد معناها خطأ فوق قدم يعني ايه? عفص على رجلو زي ما قولها او داس على رجلو زي ما قولها باللهجة ايه? اللهجة الشعبية بتاعتنا مش لهجة اللغة العربية. داس له على رجلو. ها? ده الموجود الرابط هو دي جملة الماضي بسيط متحقق. طيب. نسونا اتحركت برا. يعني بدأت الجملة. يبا انت كده هيستعمل التبديل ما بين الفاعل وما بين هاد. صح كده? تيبا مني اللي تيجي كده? تيجي هاد الاول. عشان تبقى انو سونار هاد هيستيب. ما كادة يطأ قدمي يعني يا دوب دسته كده على رجلو. تمام? وراح اعتزر على طول عن الحكاية. طبعا دين مش هتنفع. انا عايز هادش بتعمل معاني الماضي التام. هاز مش هتنفع لانها هتديني مضارع تام وانعاز ماضي التام. وهز مش هتنفع لان الجملة تديني بناء المجهول. الجملة ليس بها بناء للمجهول. سبع بادة فارغة اقول لك فيها ان ابيك سيتي في مدينة كبيرة قبل ان تنتقل الاسكندرية ودعا لنسي فهم. طيب. ده مضارع تام مش هنفع مع الماضي البسيط في الفعل. ده ماضي مستمر. ما فيش حدث قطعه اخر. طيب. هاد يووركت ماضي تام? نزبر شوية. هاد يووركت ماضي تام? نزبر شوية. اه 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 ودو يسبق ايه اللي ننقل المدينة. نعمل في المدينة ايه مدينة كبيرة قبل ما يروح لمدينة اسكندرية. عشان تبق هاد يووركت هل سبق لك او انا عملك في مدينة كبيرة قبل ان تنتقل بمدينة اسكندرية ترتيب منطقي لصياخت السؤال اللي قدامي. فعل مساعد في الماضي التام طمام. فعل مساعد. ثم الضمير. ثم الفعل في التصييف الثالث حق معايا الصياغة الدقيقة. اتمنى بنقل المجهول انه هو في الماضي البسيط. هاز نيفر بن مضارع تم ابن المجهول مش هينفع مع بيفور والماضي البسيط. مستقبل من في الجملة اللي قدامي انه هو بيفور دي وراها ماضي البسيط مش هينفع يكون معاها مستقبل الناحية التانية. فاضل ايه? معنى جملة على بعضها ماي كازن هان نيفر بن ابن عمي عمر ومراحة مدينة كبيرة قبل ما يزور مدينة القاهرة. في تساقل فيها ويورنت اللاود لما تم السمح لنا ان نستقل الطائرة. اه معهم شي تذاكر نسيوها. طب نقول لها المصدر يعني مضارع بسيط ولا هاتفورجوتين ماضي تام ولا هاتفورجوتين مضارع تام ولا انا هاخد الماضي التام. ليه لاني نسيان التذاكر سابق وقع قبل موضوع عدم السماح باستقلال الطائرة. هارلي هاد جميل جدا ايب هارلي غيرت مكانها طلعتها للجملة جابت بعدها هذا جابت بعد كده الضمير ثم التصفيف التالت. كده انت عايز الرابط بتاعها اللي هو وين لاني هارلي وآه الرابط بتاعهم للجملة الاخرى هو وين. اما نقصونا الرابط بتاعها زان في الجملة التام. نحرك الشاشة عشان نخلي بجمرة ما حداشر ظهرة بطريقة افضل عندما وصلت المذاسط للدرس الاول حصة الاول يعني كازا فاتتني البداية. بدأ معناه انه كانت الحصة بدأت بالفعل يبا انت كده عايز ماضي تام مع كلمة ريدي عشان تشيل لحتة دي بالفعل. هادو ريدي بجان. طيب ما خدناش ليه هادو ريدي بجان ده مضارع تام. انا عايز ماضي تام. طيب ليه ما خدناش بجان ده ماضي بسيط. والحادث واقع واضح منه اني بداية الحصة كانت سابقة بفترة طويلة على وصوله للمدرسة. هاد انت بجان ده ماضي تام بس مانفي. لا او عايز الاسبات. نحرك الشاشة عشان نخلي جونا رقم اتناشر هي العنوان بتاعنا وجولها فيها انا سألت الشخص ده عن لانه هو ايه دير اه? عايز اقولك انه زهب هناك بالفعل قبل كده. طيب نقولها في المضارع التام بهذا ما ينفعش. عشان اصد كده هنا انت دوله عن ماضي. يبقى المضارع التام مش ينفع. طيب. هاد اه ماضي تام. تمام? سياها تام? وجود هذا الشخص او زهابه للمكان ده فعلا وقع بالفعل ابي كده بدليل ايه? يقولك انه سألت. طيب. ايه مضارع بسيط? مش نفع مع ايه ازي يجيب مضارع بسيطه هنا في ماضي بسيط? ودول مصدر. لا اهنا هو مش بتكلم فكرة الاستقبال. يعني الحاجة اللي ستحصل نزول. لا اه. يبقى انت كده عايز الماضي تام ايجاب واحدة صحيحة. طيب ادي الماضي البسيط منتحقق. يبقى انت كده عايز ايه في ده معنى انه مكلش. طيب نلقى بهاز انت ايتن ده مضارع تار. انه في طبعا متحقق في الاجابة كده. طيب. اوز انت ايتن ماضي بسيط مبني للمجهول. فيش من المجهول هنا. نيفور ايتس مضارع بسيط منفي. طيب برضو لأ. ده انه ماضي ازاي اجيب للمضارع بسيط. فاضل هاد انت ايتن ماضي بسيط ماضي تام منفي. هاد انت ايتن ماضي تام منفي. اجابة واحنا صحيح بجملة رقم تلاتاشر. افطر بعد اجيب لفراغ في الشركة المدة عشر سنوات. هي لفت ايت سبها غادرها. الماضي البسيط تحقق. ابنت هنا وعايز ماضي تام. بس هنا في مشكلة. ايه المشكلة? المشكلة ان الجملة اللي قدامي مفيش فيها فاعل. طالما مفيش فيها فاعل هتلاها جران. يعني جران ده مستر يعني مصدر فائزة ده نجي اهو. عشان ما معنى جملة بعد العمل في الشركة المدة عشر سنين. اه ده رأها سبت. مفعش المدارة البسيط في ماشي. لان اضر في جملة تانية في ماضي. مينفعش في تصريف تالت قدامك. عنا محتاج جران طالما مفيش فاعل. مينفعش هاد ووركت اللي هي ماضي تام. سياغة سريع ماضي زي الفل. لكن عشان مفيش فاعل ما اضرش اخد هاد مع تصريف تالت. اضطر اخد جران وقد فعلنا. خمسة شبولة فيها. خمسة شبولة فيها. خمسة شبولة فيها. خمسة شبولة فيها ده بوليس. هاد صالت بي ده بروبليم. طبعا جملة هنواف فيها ماضي تام. الشرطة قامت بحل المشكلة. خليب عليك. حلو خلص كان. عالي بفور هي جملتها اللي فيها الاختيار. يببا هنجيبها هي ماضي بسيط وطالف جملة تانية حقق في الماضي تام. يببا نقول جويند الماضي بسيط لان اخدها يا جابا. هاد جويند ما ينفعش اني بفور ما يجيش بعدها ماضي تام. جويني يجي الجراند لقدامي ما ينفعش لاني جملة فيها فاعل. وهاب جويند مطارح تام بعيد عن المنافسة اساس. ستة شبولة فيها ده هم وقابل الفراغ قبل انه غادر. طب بفور انا هو جملة ماضي بسيط. طب تعال نشوف الاختيارات المنتاحة عشان نقول مين فيهم تنفع ومين? لا. ده مطارح تام مش هنفع في وجود الماضي البسيط بعد بفور. والو المصدر برضو مش هنفع في وجود الماضي البسيط بعد بفور. هاد من ده اسمه ماضي تام مستمر. طيب ما فيش ما يوشيل انه كان هناك استمرارية في القيام بالفعل علشان نقول ايه ينفع يكون ماضي تام مستمر ويبقى فينا حال تاني ماضي بسيط. دي حاجة. الحاجة التانية ان الفعل مش محتاجه يكون مستمر. انت بتولد الباب وخلصنا. مش تقعد تقفل وتقفل وتقفل. اما اخلاص يا جفلت مرة واحدة وفضينا على كده. يبقى كده الاختيار الوحيد المتاح وهو الصواب هو لقد الماضي البسيط في جنة رقم ستة عشر. نحرك الشاشر شنال جنة رقم سبعتاشر عين وانا. بقول لك فيها ريهام لم تكن تريد مشاهدة الفيلم. هاجين مرة تانية. ليه عام لك لانها قالت انها. قد بالك من حتة دي. شي كزا ايه بقى ذا بريفيا سوي. ازول لكن ايه خلاص شفتوا بالفعل. طب تقولها بسوء ماضي بسيط? ولا بها السن مضارع تام? ولا بهاد سن ماضي تام? ولا بوده المصدر? تقولها بالماضي التام هاد سن. الجملة اللي قدامك مليانة ماضي بسيط. تمام? في طرفها الاول. دي دي انتهي. ماضي بسيط. ماشي. سيد ماضي بسيط. بقى انا فضل ليه هنا? فضل لي الماضي التام. ما ينفعش الماضي البسيط مرة كمان. ما ينفعش المضارع التام بعيدة عن منافسة في هالسين هي جملة مليئة ماضي احضط لها مضارع ولا وضو المصدر التي تدل على استشراف المستقبل مفيش عن الكلام. انكررت الحكاية بتاعت موضوع المستقبل ده انت شباب عندي اقاة ده بتقول ايه بتقول لو كنت بتكلم عن تمني تغيير الواقع والحضر اللي انا عليه جملتها بتبقى ماضي بسيط. لو انت كنت نانب عن الماضي جملتها تبقى ماضي تاني انت بتتمنى المستقبل او بتتضلع المستقبل في الحالة ده هي لو الفاعل بتاعك ايه بتبقى جملة فيها وضو المصدر لو الفاعل باقي النمائر هيبقى وضو المصدر عشان كده بقول لك ايه وضو المصدر هي هتديني استقبال وانا ما عنديش استقبال مستقبل ايه. طمضة الواقع فيها انا لم اكن قريد تناول الغداء ليه عم يقلك عايز اقول لك ايه انه وقت قام بالغداء بالفعل اتقدى بالفعل تمام يبقى انت كده هو عايز الماضي التام المثبت مش المنفي لان انا عندي هاد انت انت ماضي تمام فيه. انا عايز المثبت. طب ليه ما اخدتش هابيت انت مضارع تام اجيبها ازاي مع دين انت. طب ليه ما اخدتش هواس ايه تنك? انا ما كانش عندي حدث قطعه اخر عشان ماضي مستمر. وهاد انت 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 جملة منفية مش هتنفع معي انا عايز الاستبات لانه بقول ليه انا لم اكن اريد انا تناول غداء لوح البيت. اه ملا اتغدى ليه عم مش هاتغدى? ليه عم مش هاتغدى ليه? لان انا خلصت غديت مع زمل. تصار جبه لك. الاطفال لم يسمح له مش هتلفاز. لانهم ايه با? اه مخلصوشو الواجب. عملوشو الواجب. ماضي تمام فيه. ما ينفعش الماضي التام المثبت يتناقض مع معنى جملة. ما ينفعش المضارع التام في لانه مضارع مع ماضي طب تيجي ازاي? انا بستنتج. مش بستنتج. انا بتكلم عن حدث ماضي تام منفي. اجابة صحيحة في جملة رقم تسعتاش. عشان بتقول عمر came to the theater because عمر جاء المسرح لانه ايه عمي? اه عايز اقول لك ما شافش المسرحية قبل كده. تمام? ما شافش المسرحية قبل كده. طب نقولها بهذا انتسين امو دهر اهتام. طب نقولها بهذا الريدي سين طب ازاي جاء المسرح وازاي هو شافها? طيب نروح ليه بقى? هال انتسين اللي هو الماضي التام المنفي. صاحبنا ده جاء المسرح لانه ما شافش المسرحية قبل كده. يبا انت محتاج الماضي التام المنفي. هال انتسين اجابة صحيحة. اه في الجملة بتاعي. طيب. دي فيها ماضي مستمر. انا معديش حدثين قطعه واحد قطعت تاني عشان اقول ده ماضي مستمر. واحد وعشرين. المجرم غير اسمه بعد ما هو ايه? هامتاون مدينة الاصلية او بلد الاصلية. ماضي ماضي بسيط ولا هاد بين ماضي مستمر ولا انا اخذ الماضي البسيط ليه? لاني واضح اني مفيش مسافة او فجوة زمنية ما بين الحدثين. اده اول مطلع من المدينة اعطوه راح ما غير اسمه عشان الناس بقى ما تعرفش هو مين. طب ليه مخناش هاد بن ليفنج اللي هي الماضي تعمل مستمر? ما تعمل مستمر انت بتعرفه على ايه? نتقول على ايه? نتقول هو زمن يعبر عن فعله حدث كان مستمرا لفترة معينة في الماضي واكتمل اللحظته هو اخر. صح كده? طب هو كان عمل يغادر 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 وبعدين راح غير اسم? لا بالعكس. ده في لحظة المغادرة غير اسم على طول. ده ماضي مستمر. هو في حدث خضعه اخر? مفيش. ليه بزا مضارة بسيطة اجيبه ازاي في وجود الماضي? مش هينفع معي. حركة الشاشة عشان نخلي الجملة رقم 22 هي اللي ظهر قدامنا. بقول لك فيها. خد بالك من الحكاية دي. دي صياغة بديلة بتيجي هي في الاول دي بقول لك ان احنا ممكن نجيب دي لو انا عايز اعمل فكرة وأبدأ الجملة يبقى تقولها دي. طريقة دي. وحاجة تاني اسمها دي الخطو. خلاص كده. بيبقى طرف الجملة بتاعها. ماضي تام ومنها حتى انا في ماضي بسيط. طيب الماضي بسيط متحقق في نيو هي شايفها? يبقى انت هنا عايز ايه? عايز الماضي تام ايه? هادرد. عشان نبقى قومنا على بعضها. was only. when he هادرد. كان فقط عندما قام بقراءة التعليمات. ذات هي نيو. حتى عارفة. ماشي. how to operate the machine. كيف يشغل الآلة. يبقى انت عايز الماضي تام لدي قاعدة مفيش فيها اي مساومات شو بك. اللي بعدها when we got the bill. لما حصلنا على الفاتورة. طيب. محمد مالو بقى على الدفع. عايز قول لك اصرة. طيب نقولها بمضارع تام هاد انسيستد. ولا بالماضي التام. هاد انسيستد. ولا بالماضي البسيط انسيستد. ولا بانسيست مضارع بسيط. قد بالك من حتة دي. هو مين اللي حصل الاول? انه هم خدوا الفاتورة ولا ان ساحبنا ده عايز يدفع. تمامكم? ما خدوا الفاتورة الاول. يبقى ده معناه الاصرار على الدفع حدس اقرب. خلاص خليه ماضي بس. يبقى انسيستد بس. مش محتاج انها تمام ماضي تام. قد نروح للجملة عرب عشرين. انا مش ما كنتش عايز اتناول فنجان قهوة. ليه عمي? بكوز اي الابسترو دي دي اي هاد. انا كنت بالفعل شربت ايه? فنجانين اهم. طيب. ليه ما خدناه شي? مفيش هنا هو ماضي تام مستمر حدس كأنا مستمرا في الماضي وقت. مفيش الكلام ده. درانك ماضي بسيط مش هيجي. ده طبعا ان هو درانك ده الشكل التاني من الفعل مش هيجي في وجود هاد. لازم يجي تصرف تلك. طب ايه درانك دي? قدامك درانك دي معناها تشرب مشروبات مسكرة. فبقى فاقد للوعي عن طريق السكر يعني باللهجة المصرية. ده درانك. لأ ده كده سكران. لا لا مش سكران ولا حاجة. ده هو شرب قهوة مش حاجة تعني. حرك الشاشة مرة كمان عشان اخليكم لرقم 25 زهرة بطريقة افضل. جول لك فيها بعد ما اضطرد البريد ماله. انا طلقيته. طيب. هاز ده مضارع تام مش هينفع عشان افتر ما بيجيشي مع مضارع تام في وجود ماضي بسيط الناحة تاني. مضارع بسيط مش هينفع. هتعملي نفس المشكلة. ليه? لان احنا لما خلنا افتر وطلع وانت تتبقى مضارع بسيط او مضارع تامل تاني انت محتاجة مستقبل. طب هنا في ماضي. بل انجل مينفعوش. تعال روح له هاد من ارائفد و هاد ارائفد. هناخد هاد ارائفد اللي هي الماضي التام الاكتف. طب ليه مخلناش هاد من ارائفد لانها ماضي تام باسيف. مد من مجهوله. الفعل ارائف من الفعل مش محتاجها معها مفعول به. لما ما ينفعش ابنه للمجهو. سترة شو نقول لك فيها عندما قلنا اه طابت ليلة واحد تصبح على خير باللهجة بتاعتنا المصرية يا عام ها? كنا قد حصلنا على محادسة حلوة او. يعني معناها ان المحادسة والحكاية اللي كانوا عاملين يحكو فيها هي الحدث البعيد اللي يسبق. سلام عليكم يا جماعة احنا راح يننام. تمام كده? دور لي على الجملة دي. دور لي على الجملة اللي تقول ان الحوار اللي تم بينهم والمحادسة كانت هي الزمن البعيد. فخدناها ماضي تام وتصبحوا على خير احنا راح ننام. كانت هي اللي ايه? الورايبة. هاتلي ده. المحادسة لم تنتهي لا ما حصلش. ده كانت تنتهي. ايبا كده الجملة دي غلط. بعد ما قلنا لهم يا جماعة تصبح على خير المحادسة بدت? لا ما حصلش. الجملة دي غلط. طيب قبل ما نقول لهم تصبح على خير يا جماعة محادستنا انتهت اه صحيح فعلا. قبل ما يقول لهم تصبح على خير كانت المحادسة انتهي. طيب اللي بعدها هيروحوا لما يروحوا للنحية السرير هتبدأ المحادسة لا ما ينفعش. يبقى الجملة الصحية الوحيدة هي في الحرف سي ناخدها اجابة عشان تدين نفس معنى ومدلول الجملة اللي احنا شغالين عنها. نحرك الشاشة علشان نروح لجملة رقم سبعة واشرين. سبعة شو بلاي فيها. جملة من اللي جاية بتاعها صياخته غطأ. يعني طلع للجملة اللي فيها غلطة. بنا معنى اننا عندي تلاتة صحة واحدة. الغلطة جدا نطلعها. ماشي شوف الجملة الولا هارلي وبعد كده هادو بعد كده الفاعل والتصفيف التالت الرابط بتاعها وين فيها ماضي بسيط كده الجملة دي سليم. طيب. وراها هاده ماشي تمام وقادي الفاعل وقادي الفاعل في التصفيف التالت لكن الرابط وين مش بتاع نو سونر. ذان هي اللي بتجي معها لكن وين تنفع معه وتنفع معه سكيرسيلي. يبقى كده الجملة في الحرف بي فيها خطأ في الرابط الزمن اللي جاي وين? تمام? طيب روح لبعدها. ماشي تمام مزبوطة. جاي وراها هاد. بعد كده الفاعل. بعد كده تصف تالت. زان موجودة. يبقى برضو الجملة دقيقة. وادل باضي البسيطة. طيب روح لبعدها. جاب معها ماضي بسيط بتقديم الفاعل مساعد دد. وبعد كده جاب وساما وجاب الفاعل في المصدر عشان دد. وبيكمل وجاب زان وراها ماضي بسيط. برضو الجملة دقيقة. كده مين الجملة اللي احنا حطنا لها علامة اكس. الجملة في الحرف بي. اللي كان فيها غلطة. هنخدها ونقول يا عم الجملة دي غلط. ابعدها عن الجمل بتاعتنا. علشان ما تسببش مشكلة. لحركة الشاشة مرة كمان. عشان نخلي الجملة رقم تمانية وعشرين عنواننا. برضو جملة من اللي جاي. بس المرة دي الجرامر بتاعها سليم. يعني طلع للجملة الصح. وابعد الجمل الخطأ. بيقول لك المصدرين القدماء يوزد هيروغلافيكس اللي هي اللغة الهيروغلافية. علشان يكتبوا على الحواقات بتاعتكم. ماشي يوزد نعمه ماضي بسيط. لان القدماء المصريين لم يعودوا موجودين. خلاص حدس وقعه انتهى. وفضينا من الموضوع بالجملة دي دقيقة وصوى. لبعده. زي مصدر القدماء. ها? ماضي تام هيروغلافيكس. ما ينفعش ماضي تام بدون مقارنته بماضي بسيط. تمام كده? وبما ان القدماء المصريين اللي هما فعل الجملة انت بتحكي عنه ماتوا والموضوع بتاعهم انتهى. يبقى الجملة الدقيقة انها تكون ماضي بسيط وما تكونش ماضي تام. اللي بعدها. المصريين برضو قدماء مش محتاج الماضي تام لفعل زي ما قلنا وانتهى وخلصنا دون مقارنته بفعل اقرب منه. عشان اقول ده بعيد. خليه ماضي تام ده ارأيب خليه ماضي بسيط. ده برضو هرط. كده الجملة كده هلا. ده ينشد جمش هزي مصري. قمانهم بقى. بليف ده ماضي بسيط معقولة. طيب ده ماضي بسيط معقولة. تتجبل. طيب دي هات دايد لأ ما ينفعش ان هو الماضي التام في ترتيب الجملة اللي قدامي. ليه? الجملة هنا كانت تقتضي انه يكون كل السيغة بتاعتها ماضي بسيط. بحيث ان نقول ان المصريين القدماء اعتقدوا في الحياة بعد الموت. افتر ديس. او افتر زي دايد حتى. تمام? لكن ما ينفعش. ده معنى ان هم ماتوا. بعد ما ماتوا. راحوا اعتقدوا بالحياة بعد هذا الموت. لا ما ينفعش كلام ده. يبقى الصياغة كده في الحرف دي برضو خطأ. مين كده اللي احنا قلنا عليها صياغة دقيقة? وبحطي نالهاش علامة اكس. الجملة في الحرف ايه? نقول هي دي اللي بتاعها سليم. اهي عم تسعة عشرين عشان نشوفها. قلت لك فيها هارلي ماشي وبعد كده هاد ماشي وبعد كده ضمير وبعد كده تاسفتال. جميل جدا. هارلي هاد هي ميت دا مستيك. معناها ما اكاد يتكب الخطأ حتى تم طرده. تمام? يعني ده معنى انه مجرد ما اخطأ طردو. هات لي المعنى ده. هوا تم طردو الاول. ثن هي ميت دا مستيك بعدين انتكب الخطأ لا ما ينفعش غلط. لانه هو ما اطردش الاول بالعكس. ده هو غلط الاول وبعدين راحوا اطردوه. طيب. هدين ميت دا مستيك. ما اتكبش خطأ. وبرغم من كده ولكن لكنهم ما اطردوه لا ما حصلش. تم طرده. اه صح. فعلا تم اطرد بمجرد ما تم ارتكاب الخطأ ارتكاب الخطأ طيب. تم طرده اطرد قبل ما يعمل الخطأ لا ما حصلش. من عكس ده هو اخطأ ثم بعد ذلك تمت عملية ايه او كانت عملية اطرد. نحرك الشاشة اشن خلجوا من رقم تلاتين هي عنوانة بقول لها فيها يعني قطأ. عند معناها اني في تلاتين ماشي عندي. تلات جمل صحة. واحدة غلط. طلع الغلط. نبدأ. وراها ماضي بسيط. تمام كده. وحلول الوقت اللي انا وصلت فيه او رجعت فيه من الرحلة بتاعتي. حاجات كده كنت تغيرت ماضي تام منطقي جدا. التغيير كان سابق على الوصول. ماشي? زي الفور. طيب لمعدة باي دا تايم اي كم. قد بالك محتى تاني. كم دا معناها ايه. معناها انها مضارع. ماشي? باي دا تايم. خلاص كده. اي كم باك هوم فروم باي ترب. عالو طوف تينجز ويلها اه حلوة اوي. يبقى باي دا تايم جاء وراها مضارع بسيط. انها حتى انا جاب فيها من مستقبل تان. ويل هاف تشينجي. تمام. سياوة برضو دقيقة. لان احنا وضيين باي دا تايم وتلع وانتل باي دا تايم خلاص انها اورما تكون قلتها مضارع بسيط او مضارع تام انها حتى نفيش شكل مشكلة مستقبل. ولكنها مش مشكلة. باي دا تايم اي هاد باي دا تايم ما يجيش وراها ماضي تام. باي دا تايم ما يجيش وراها ماضي تام. دي الحتة كده غلط. خلاص. ماشي. طب الى بعدها checked i have come back للساء لين شوية. يعني باي دا تايم في ع jacket работ wise باي دا تام او مضارع تام. طب هو جاب ماضي تام هاه حتى انا جاب مستقبل تام بيبقى برضو الجملة في الحرف دي جملة دقيقة زي الجملة اي وزي الجملة بي. مين كده الخطأ? الخطأ في الجملة سي. بيبقى نقول لك عما كود الجملة دي خطأ ابعدها عننا. نروح لي الجملة رقم واحد تاتين. كده الاختيارات هتلجع تبقى اصغر تاني وتبقى سهلة لعدد ديكات جملة يبيرة شوية ومقلقة. واحدة ان بدأ في فراغ هاد هي فانش دي ذا حلو. طالما وين موجودة يبقى نور سونر ما تنفعش. خلاص? لكده هي اللي هتكون الاجابة. تمام? افطر ما بيجيش معها الرابط تمام? وبعد كده افطر ما يجيش وراها هاد بدون ما يكون في فاعل الاول. يعني قلت افطر هي هاد كنا قلنا قلنا عليك ماشي. نحديهاك حتة وين دي. تمام? لكنه طبعا ده ما حصلش. محتاجة وراها فاعل. مش موجود لان ده اجيب لك هاد يبقى اتا كده هي الوحيدة الصحيحة لان اللي ما بنبدل مكان وانطلعهم براهم وكانهم بطريقة قصة جملة. لما انطلعهم برا بيجي وراهم هاد ثم الضمير ثم انت اصف الثالث اي حاجة لكده هتكون خطأ. اتنين متى ثلاثين بدأ في فراغ. يبقى ضمير وبعد كده هاد وكده اصف الثالث يبقى ده اطلاف الماضي بتاقي. كمل. اخد باقي بحتة دي. تمام? كده. طب نقول له سونر ما يجيش وراها ضمير لما تبدأ الجملة. طيب. اختها زيها في الفكرة. ما يجيش وراها ماضي تاهم. فاضل مين? ودي بديل لانتل. واجيب وراها جملة وماضي تاهم طرف جملة تانية هيبقى ماضي بسيط. ده بديل لانتل وتل في بداية الجملة. انا اقارك الشاشة مرة كمان بس عشان نخلي جملة رقم تلاتة وتلاتين. واضحة بطريقة افضل بدأ بفراغ ديماني المال. اه كزا المال اشتريت. اه منطقية. اه منطقية. اه جاي وراها تصف تالت صحب. بس ازبط. اه بناء المجهول. هنا مفيش بناء المجهول. تمام كده? لاني هنا يقول له قدامي معناها كونها حوى شيء. مفيش بناء المجهول. تمام? طيب. اللي بعدها افضل هات سيفد. طب فين الفاعل اللي انت قلت عليه هات سيفد ده? مفيش. نو سونر هات شي سيفد. تمام كده? طيب فين باقي الجملة? لو قلتوا نو سونر وبعد كده ها بعكي ضمي وبعد كده صيف سالد. محتاج في طرف جملة التانية تقول ذان كزا. طب مش موجود الرابط ذان. كده مين الدقيقة الوحيدة فيهم? هات سيفد. اربعة وتتبقى. اه انا رحبت بي. طب ايه? بحلول الوقت ومفروغ كانت تبقى. يبا كده غلط. في لحظة ما 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 جبلت صديقي رحبت بيه او منطقية. ناخدها اجابة. هاذنج بميت الله. هي في ابناء المجهول الجملة لا يا عمي. ده الجملة اللي قدامي مش في ابناء المجهول. طيب هات اي ميت? هات اي ميت اللي قدامي ده هي. هي فيها سؤال. مفيش سؤال. ولاش بديل لا اف ولا اي حاجة. يبا خلنا اجابة واحدة صحيح. وصلنا ال 35 وعايزك تاخد بالك كويس جدا من الجملة دية فيها يعني فيها تريكة حلوة او. افطر جاب لك وراها جراند جميل جدا. اصبر شوية مشان مشان نتكلم عن اجابة دلوقتي. افطر بعد ان انتهى من امتخناتي اي انا جاب لي فراو مي كازينز ولاد عمي ان ده كاتلي في الريف. جميل جدا. طب افطر جاب وراها جراند. لو انت بقى تعملت معاها بقى تقول لك اه كده جملة دية فيها طرف الماضي التامة هو. اما انت هنا عز ماضي بسيط. صح كده? لا. ركز في الجملة. ركز في الجملة. هو مقابلته لي ولاد عمه في الريف. او زيارته لانه الفعل فيزيت هو شوء فعل الشغل بتاعي. زيارته لي ولاد عمه في الريف. هم? زيارته ولاد عمه في الريف هنا هو. اه 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 حاجة لسه هتحصل ولا حصلت بالفعل. ده لسه هتحصل. بعد ما يخلص امتحانات ايه? بقى الجملة دي بتحكي عن المستقبل. عن المستقبل. مش بتحكي عن الماضي ولا الماضي التام. خلاص? بعد ما هنتهي لما خلص. لسه ما خلصش ايه? الامتحانات بتاعته هيروح يزوره ولاد عمه. ايه? بقى له المصدر مستقبل بسيط. الجملة اللي قدامك فيها خداع استراتيجي مهم جدا. ما نفعش ماضي تام. لانها يهوفي الجملة ده فيها ماضي تام مستمر. انا خلاص طالما الماضي تام ما نفعش. يبقى الماضي تام مستمر لنفس السبب مش ينفع. لقدامي بتتكلم عن المستقبل وليس الماضي اذا ولا زمن ولا صياغة من صياغات الماضي تنفع على الماضي التام. ولا الماضي التام المستمر. ولا حتى الماضي البسيط لما بنجهول فيه. بنأكد على المستقبل بول فيزيت اجابة صحيحة. كده شباب يكون انتهت ديب الجرامر اللي كان جاء عدسة اربعة من الواحدة عشرة كنت ديبت معك لن تنتهي بعد. ان شاء الله تصلنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الانجازية مسر السعزة. السلام ورحمة الله وبركاته.